السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في استكمال المحاضرات المتعلقة بالشفتر السادس بعنوان كباسيتور والإنداكتور وزي ما درسنا الكباسيتور والإنداكتور تبقى لدينا ندرس السيريز والبارلين إنداكتور وحناجد التشابق كبير جداً ما بين المقاومات والإنداكتور في حال التواصيل على التوازي طبعاً الإنداكتور دور ديلا تنفيجوا أشكال وأنواع مختلفة في النهاية هي تول كيرمينل طرفين وإذا كانت استقوانية تسمى سيلينويد إذا كانت حلقية في شوال واحدة حلقية هنا تسمى ترويد وموكا عد اللفات يكون متضاعف حتى تزيد الإنداكشن تبعاً بالنسبة للتوصيل على التوالي وعالتوازي تبقى القاعدة الأساسية واحدة لا تتغير وهو أن لما يتوصل الإنداكتور على التوالي فأن الثيار المهم فيهم هو الثيار واحد متغيرش وتتوزع قيم الجهد حسب كل إنداكشن أو دور في أداءة كعبية ومتكون المقاومة المكافئة حاصل مجموعهم كلهم على التوالي إذا قيمة الإنداكشن بالهمري إذا قيمة الإنداكشن بالهمري تعطي لك المقاومة المكافئة ومنعرف الإنداكشن بالنسبة للمقاومات عندما ننتقل إلى توصيل على التوازي فطبعاً نلاحظ أن التوالي من ننزل الآن تجمعهم تجمعهم 2 نودز إيش النودز؟ النودز أولى إيه والنود الثانية بيه فبالتالي هتركهم علي إيش؟ على التوازي في حال التوصيل على التوازي إيش الفاصل المشترك؟ اللي هو فرق الجهد ويتوزع التيار الكل اللي بيزروح على إيش الفاصل المشترك؟ نعم إيش الفاصل المشتركة المشتركة الوثانية وفي النهاية لما تحسب المقاومة المكافئة أو المقاومة المكافئة في حال المقاومة المكافئة، هو واحد على ال واحد يلقى اذاً يعني المقلوب لحاصل مقلوب مجموع المقاومات الاخرى او الاندكشن الاخرى اللي عم اصيرنا على التواسق. اذا بدنا ندخل في هذا المضوع جمع زي زي المقاومات واحد على المقاومة المكافئة زي زي واحد على الاندكشن المكافئ نمين لحالة الاندكشن. خلنا نلخص الان كل ما تعلمناه من معلومات وعلاقات جمعت ما بين الريزيستور والكباسيتور والاندكشن. هنا بدي اقارن من ناحية علاقة الفولتج مع التيار. يعني اذا انا اعطيتك التيار قد تشغيل في الفولتج. وما لو اعطيتك الفولتج قد تشغيل في التيار الباور او الشغل السيريز والبارالل وكيف يكون الوضع في حالة الدي سي. انطلعنا على العمود الاول. علاقة الجهد مع التيار بي بسوي اي في ار. وعلاقة التيار مع الجهد انه بي على ار. اما بالنسبة لالكباسيتور. فعلاقة الجهد مع التيار انه الجهد بسوي تكامل التيار على سي. او التيار بسوي تفاضل الجهد على مين؟ مضروف في سي. تنعكس الآية بالنسبة لالانبكتور. الجهد بسوي تفاضل التيار بالنسبة لالتيار في ال. والتيار بسوي تكامل الجهد على ال. هذه الاشياء بتشيك تغلط فيهم. لانه بتلخطه. لما تيجي توصل الى الامتحان النهائي. المعلومات كلها هتتدفق لديك مرة واحدة. اذا ردك تعمل تبس لدينا. بالنسبة للباور. بي بتسوي تربيع على ار. او تسوي بالنسبة للكباسيتور. نص سي بي تربيع. او تسوي نص لآي تربيع. اما بالنسبة للمقاومات على التوازي. بالنسبة للمقاومات على التوازي. بالنسبة للمقاومات على التوازي. حاصل جميعهم. والاندكشن حاصل جميعهم. في حين ان السعر المكافئة على تور. حاصل دارهم على المجموع. تنعكس الآية في حالة التوصيل على التوازي. فعندك مقاومتين يصيروا ار واحد ار اثنين على ار واحد ار اثنين. الاندكشن يدفع نفسه من النظرية. انه ار واحد ار اثنين على ار واحد ار واحد ار اثنين. الكباسي تنفرها يحق بقولها سي واحد زاد سي اثنين. اما في حالة دي سي. او اي سي. المقاملة تفرق. اذا سين. دي سي. بدي اعتبرها. الاندكشن يدفع نفسه. اطلاق قليل. في دي سي. بالنسبة للاندكشن، لاندكشن يدفع نفسه. هذه الخريطة اكبرها عندك على المكتب. واضلك اتأمل فيها حتى تستوض. طبعا هذه الخريطة المفروض تكون هيا حصيلة. المعلومات اللي انت استقيقتها من اول المحاضرات لعند اليوم. هننحل على سؤال تطبيق مباشر على حالة الاندكشن السيريس الانبرالي اعتبر لهذه ست سبع مقاومات او سبع اندكتور واحدين ثلاثة عربة حمس ستة ستة وطالب منك تحسب الاندكشن المكافر الاثنعش الاثنين واثنعش والعشر على التوازي اذا حاصل جميعهم مع السبع التوازي ثم توازي هذا خارطة الطريق اللي بتشف عليها لذلك العشرة والاثنعش والعشرين بيعطولك اثنين واربعين اما الاثنين واربعين مع السبعة هاي هي على التوازي فاثنين واربعين في السبعة على اثنين واربعين زائد السبعة بيعطيلك قيمة ستة هنريل الستة هنريل مع الثلاثة اللي ضايمين اللي هي اربعة عشر ثمانتعش اذا التوتال اندكشن هي ١٨ نفس الفلسفة نفس الفكرة وين في عندك نود بتربط ما بين ٢ اندكتور هدروع على التوالي وين في ٢ اندكتور او اكثر مشتركين مع نفس العقدتين فهم على التوازي الآن لدينا السؤال التالي ويقول لك فورد السيركيت I of T تساوي أربعة في اثنين إيقص مينس عشرة تي يوجد لديك اندكتور واحد اندكتور اثنين اندكتور ثلاثة واثنين هنري اربعة هنري واثناشا هنري وطالب منك تحسب المعلومات التالية بمعلومية بمعلومية آية 2 عند السفر بتساوي واحد سالب واحد ملي أمبيري سالب واحد ملي أمبيري وطالب منك تحسب آية واحد عند السفر وطالب منك مين آية 2 ؟ آية 2 هي التيار اللي نازل في الفرح هذا عند الزبن سفر مين آية واحد هذا التيار طالب طالب إليك تحزم I1 عند السفر هذا هو. طالب مين I؟ I الاعتضاف إياه. عند أي زمن؟ فعند الزمن سفر يكون قيمة التيار I تسوي I1 زائد I2. طالبت الزمن واحد فعند نفس اللحظة هذا التيار سيتواجد هنا وهنا في حاصل الجنة. إذن أوجد I1 ثم بعد ذلك VT. VT هي هذه. قيمة الجهد الكلي. قيمة الجهد على الاندكتور الأول والثاني. قيمة التيار اللي مارر في الدائرة. قيمة التيار I1 مارر من أربع هنري. وقيمة التيار اللي مارر في مين من أربع هنري عند أي زمن. إذا هو قيادني في الزمن T بتسوي 0 في المطلوب الأول. ولذلك خلينا نركز على المطلوب الأول ونشوف إيش ما نعمل في المطلوب الثاني. المطلوب الأول عندي أنا I T بتسوي أربعة اثنين. أربعة اثنين ناقص I-10. فبدي أجيب قيمة I of 0. بدي أجيب قيمة التيار I of 0 عشان أكون عندي الحالة 0. فبصير أربعة في اثنين. فبصير أربعة في اثنين. وهادي كلها إيه والسفر إيش بتسير؟ بواحد. بواحد. إذا صارت اثنين ناقص واحد. فأربعة زد مثل أربعة. خلينا نشوف مع بعض. في حالة التيار الكلي I of T عندها إيزا من T بيساوي العلاقة هاج. بساوي I 1 زي 2 لأنه التيار سيتفرع. فإذا إمطلاقة من هذا المبدأ. أنا طالب أحب منك تحسب I 1 of 0. عندك I 2 of 0. إذا بدي منك تحسب I T عندها 0. فبعوض. I of 0 تساوي زي ما أنت حكيت. أربعة في اثنين ناقص واحد. اللي هي الإكس منانشة بقوة 0. فبطلع معاك أربعة أمبير. إذا إنت بتستفيد من هذه العلاقة إنه I 1 اللي هو طالبها. بتساوي I 0 في I 2 عن 0. لما إحنا بنتعامل مع الزمن. بديش الأمور بالنسبة لك تصبح معاش مختلف. المعادلة لما بتكون T هذا معناته علاقة رياضية. بتحسب لك التيار عند أي زمن. عند الزمن 0 يعني عندها البداية. بتعود عن T7. عند بعد خمس ثواني إيش بكون الوضع. عند بعد خمس ثواني إيش بكون الوضع. خلصنا من المطلوب الأول ننتقل إلى المطلوب الثاني. إذا هنا بقول القيمة I 0 اللي هي أربعة ناقص ناقص واحد اللي أقمي إياها. خمسة أمبير أمبير. بالنسبة للمطلوب الثاني خلنا نحط السؤال مرة تانية. وطالب منك اللي باللون الأحمر تحسب VT. ففرق الجهد الكلي VT ينطبط مع التيار I إن هو مش طقته. لا يوجد علاقة تربط ما بين V ارجع للجدول. إذن V ايش بتساوي؟ L equivalent في DI على DT. طيب إذن أنا محتاج أجيب L equivalent. L equivalent ايش بتساوي؟ هذولة ثلاثة وهاي على التوالي. احسبها مع بعض. 12 في أربعة على 12 زائد أربعة. والناتج اللي بيطلع إجمعه على ثنين. الناتج اللي بيطلع إجمعه على ثين. طيب إيش بتخربط إنه 2 زائد أربعة واخده مع التوازم على 12. لو كان أنا هالخصدي كان حقير أقواس. إذن إنت مين بتحقق في الأول؟ بتحسب الـ 12 والأربعة. وبتجمعها مع مين؟ مع الـ 2. إذا صار بـ 2 زائد ثلاثة فرق خمسة هنري. إذن إنت بتكلم الآن على دائرة مكافئة. تمتلك total induction يسوي خمسة هنري. وعندك شدة التيار I. إذا بدنا نحسب فرقة الجهود V. L بتسوي DI على DH على DP. إذن أوجدنا L. اللي بتنزل خمسة هنري. وابعود عن التيار بالدالة تاعتها. اللي هي أربعة في اتنين ناقص I. إتفاضل هذه الدالة. الأربعة بتصير هنا. إيش بتصير؟ أربعة في اتنين؟ تمانية. مشتقد التمانية بالنسبة للT. إذن يساوي سفر. أما بالنسبة إلك عندك الأربعة I. وفي عندك هنا كمان مينس L اللي هي الخمسة. إذا صار خمسة في أربعة في مشتقد هذا الكلام. عندك ناقص الأولى. و إي أس مينس عشرة T. بتضلها إي أس مينس عشرة T. وفي عندك مينس تنزل في الأول. أنت في الآخر بتجمع الكلام هذا كله. بتصير معاك مئتين. في إي أس مينس عشرة T. بردنا. حسنا. ووحدتها بالنسبة للموق. هذا من نسبة لمن؟ لدار لتعك الجهل من نسبة لدار. الآن احسب لي بي واحد. احسب لي بي اتنين. طيب بي واحد هيها. و بي اتنين هي فرق الجهل على من؟ صح أو لا؟ طيب انت الان عشان تحسب بي واحد ايش بالزباد؟ بي واحد هي فرق الجهل على الهنري اثنين هنري ليست بي واحد هي على الاندكتور اللي ممور فيه تيار اي واحد فالان قيمة بي واحد هي نفس المهاد الهارف ايش بتساوي؟ العربي واحد فالتيار المنفهامين هو دي اي على دي تي مصبوط طرح لا، اذا كل ما هناك بعيد تفاضل المعادلة ولكن بدل معادرة الخمسة في مين اذا نصرد اثنين دي اي على دي تي ففي الحالة هذه بتعطيلك الاثنين في ناقص اربعة في ناقص عشرة ايوس مينس عشرة تي هادول التمانين تحصت مين؟ الاثنين هادول التنين على التوازي وبالتالي حياخدول باقي من بي واحد من بي ناقص بي واحد اذا انت هتطرح متين ناقص مية ناقص تمانين هادا هيتبقى لديك ايش؟ هيتبقى لديك البي ناقص ايش لانه هنا الجهد هيتوز على هادا وهادول هادا اخد حصته تمانين كنتيش تبقى من المتين؟ تبقى مية وعشرين كأنك بعمل مع عرقام عادية اذا بصير عندك مية وعشرين ايوس مينس عشرة تي الرسمة هي هي ولكن الان طالب انك تحسب اي واحد و اي اتنين فكيف بدك تحسب شدة التيار اي واحد؟ عندك عند الطرق هنا عندك الاندكشن وعندك الجهد مزبوطا لا فمجرد بانك انت تيجي تعود انه اي وان بتساوي واحد على ال تكامل تكامل بي تو دي تي لانه انا بتكلم على مين؟ على اللي هو اختيار اي واحد اللي بموضوع هنا فعبارة عن واحد على اربعة تكامل فرق الجهد قداش فرق الجهد؟ اي وف واحد عنده زيرو قداش قمتها؟ هادي جبتاها في المطلوب الاول خلصنا من هادي اربعة اذا نضال عندي اكامل اكامل مية وعشرين بتطورها عندك تكامل ايوس مينس عشرة تي تكاملها ايوس سالب عشرة تي على سالب عشرة فصارت سالب اربعين مية وعشرين على اربعين صارت سالب ثلاثة ايوس مينس عشرة تي زائد قيمة اللي هو اي وان اف زيرو اللي هي خمسة ملي أمبير اذا صار عندك صار عندك صار عندك ايش صار عندك قيمة ايوس مينس عشرة تلاثة ايوس مينس تلاثة مرة بعوض ب t و مرة بعوض ب 0. لما بعوضه ب 0، بصين عندك ناقص ناقص 3، فصنت زائد 3، لأنه السفر لما بتخوش مكان t بصين eo 0 ب 1. واضحة فكرة؟ أوكي، إذن الجزء الأول، هذا من وين جاء يا شباب؟ هذا الجزء الأول لما عوضت عن 3 eo-10 t بال t. لما عوضت بال 0، لأنه بكامل من 0 ل t، ف eo-10 0 ب 1. وعندك سالم، وفيه سالم الأول لأنك سالم الجزء التالي زائد 5 ملي أمبير، إذا بتطلع معاك الإجابة هي عبارة عن 8 ناقص 3 eo-10 t ملي أمبير. هيك أنت بتكون حسابة مين؟ حسابة t بتالتيار i واحد لما رأت بتالي حاجة. طيب دع تحسب التيار i اثنين، معاك طرق 2، إنت عندك التيار i عند الزمن t، تطرحه من التيار الثاني بطلع على التيار ايش؟ الثاني، آسف، عندك التيار الكلي، تطرحه من التيار الأول بطلع على التيار الثاني، أو تستخدم نفس العلاقة، أنت حر، أنت صرف تتعاون على هذه العلاقة، لكن حنتأكد أنه نفس الإجابة إذا أخترت🎵 eos ب Ga0، goals. سلب 1 بطلع Åh , طرحه. لذلك لذلك تكامل إيوس ميلس عشرة هي نفسها بلكن على ناقص عشرة إذا صارت عندك مئة وعشرين على مئة وعشرين بواحد وأشاط الثالث ضلت زي ما هي مرة مع تي ومرة مع مية مع زي ما زي ما تعتعولت مع تي بتضلها زي ما هي زائد واحد ناقص واحد إذا هدوين يضيعوا بعض بتضل معاك الإجابة سالب إيوس ميلس عشرة تي اللي هي ملي أمبئ هذا قيمة التيار لكل فرع في أي زمة من الأزمنة اللي انتبكيها هتركلكم المجموعة هاي من المسائل التي تأتي ضمن الأمثلة والتبارين اللي حلناها اليوم كوائل وتبازي كوائل وتبازي وهنا كوائل وتبازي وهنا بديها تحسب الجهد والإنيرجي في كل إندكتور حسب معلوميتك لآي واحد وآي اثنين وهيك بنكون خلصنا شبط الرقم ستة اللي هو عبارة عن إندكتور وكاباسيتور نجهز حالنا لحل مسائل وتبارين هذه الوحدة ومن ثم ننتقل إلى الشبط الرقم التاسع وحتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة